ده هنا الكورس بتاع 0-3 وكورس 0-3 برضو انتوا أول لما هتخشوا هتخشوا على الانونسمنت وهنا دوت بيوريكوا هتروحوا فين وهتبتدوا منين وتخشوا على ايه وبعدين دوت رابط لجوجل درايف ده أنا حط فيه بعض الملفات اللي تساعدكوا بعض الصور بعض الشرح يعني حاجات تدعم الشرح والمنهج اللي أنا كنت بتكلم فيه بعض الحاجات اللي ممكن تطبعوها حاجات أنا اشتغلت بيها في الكتيبات اللي أنا عرضتها في الكورس ده كده جوجل درايف وبعدين عندنا بقى هنا الجايد الجايد دي هي الترتيب بتاع المنهج بتاعنا فعندنا المقدمة حكايتي مع المونتسوري ومين هي ماريا منتسوري وبعد كده الفلسفة بالتفصيل ونمو الطفل ومواضيع تربوية دي هنا فيديوهات كتيرة وبعدين تقديم الأنشطة طبعا أي نشاط من دولة هتلاقوني أنا موجودة بنفسي بعرضه وباريكه على الأدوات بتاعتي هنا دي الأصول بتاعة عرض وتقديم الأنشطة علشان تبقوا عارفين بنقدم الأنشطة ازاي وبعدين هنخش بقى في الأنشطة نفسها فعندنا بقى المهارات العقلية العام الأول المهارات الحركية المهارات الحسية المهارات اللغوية وبعدين المهارات الاجتماعية المهارات بتاعة الحياة العملية وكده إحنا خلصنا العام الأول بعدها هنعيد نفس المهارات الستة للعام التاني وبعدين إحنا لسه أهو في العام التاني وبعدين خلصنا العام التاني هنكمل المهارات العقلية دخلنا بقى العام التالت عندنا هنا النفس الست مهارات اللي بنشتغل عليهم بالأنشطة بتاعتهم وبعدين نحط لكم الملخص بتاع أنا وآدم اللي عملناه الصح والغلط واللي قدرنا عليه فهنا دي ثور من تطبيقاتي مع آدم وفي الآخر خالص عاملة فيديو للخرائط الزهنية عشان نلخص المنهج والأنشطة كلها بتاعة الكورس بتاع زيرو بتلاتة الكورس دوت حوالي 25 ساعة و242 فيديو فيهم الفلسفة وفيهم مشكلات السلوكية وفيهم الأنشطة وفيهم تقريباً كل حاجة هتحتاجوها أول ثلاث سنين من عمر الطفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر